بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم عاملين ايه انا النهاردة جاي على قناة بابا علشان اعمل لكم الجارليك بريد او اللي هو خبز التوم والزبدة خبز التوم والزبدة سهل جدا ومش بياخد وقت ومن اكتر الحاجات اللي طعمها بيكون حلو هحط فيه بقى لمسة خاصة ان انا هحط من جواه فراخ وجبنة تشيدر او جبنة اللي هي بتاعة التشيز بيرجر علشان يديره طعم جميل قوي تعالوا نشوف عملناه ازاي بصوا الفراخ عاملة ازاي والجبنة يعني طعمه جد جميل جدا وريحته حلوة تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض المقادير اللي هنحتاجها علشان نعمل خبز التوم هي رشة زعتر وفصوص توم هنطحنها وده ونعيش الباجت انا عاملاه من مبارح وفراخ الفياخ تكون متقطعش رايح بالطول عشان تكون سهلة ان احنا نحطها جوه العيش وزبدة يعني زي ما تحبه عادي ويبق دونس وزي ما قلنا التشيز بيرجر ممكن نستخدم جبنة تشيدر ممكن نستخدم جبنة موزاريلا زي ما تحبه عادي اول حاجة هبدأ بيها ان انا اقلي الفراخ بتاعتي اللي انا هستخدمها الفراخ هحطها في بيض بعد كده هحطها في لإلا في تدبيلة الكنتاكي لإلا ممكن نحطها في ضيء عادي مفيش مشكلة دون ديتا تدبيلة الكنتاكي لان هي قريدي جاهزة عندنا فهبدأ بقى ان انا احط الفراخ فيها وبعد كده اخدها لشان ان انا اقليها ادي الفراخ بتاعتنا اهي بعد ما حطيتها في البيض وبعد كده بحطها في الزيء قولنا ممكن نحطها في الزيء ممكن نحطها في خلطة الكنتاكي مفيش مشكلة الزيت بتاعي لازم يكون يعني يكون سخن ودرجة حرارته عالية يعني ما نزلش الفراخ في زيت بارد لا ان انا معلقة على الزيت قبلها الاول ومخليها سخن وبعد كده ابدأ ان انا انزل بالفراخ لحد ما تاخد معايا اللون الدهبي وبعد كده بقى ابدأ استخدمها الفراخ بتاعتنا خلاص اهي جهزت وحمرناها والجبنة بقى هياخد خبز الباج الدوان ولو عايزين الطريقة اكتبولي في الكومنتس ونعملها سوا هاخدو وابدأ ان انا اقطعو هقطعو مثلا على في حدود اربعة عشان يبقى سهل ان انا افراغو هاخدو اهو ونقطعو مش لازم يتقطع على اربعة يعني نقطعو بس يعني على حسب حجم الرغيف بحيث ان انا اقدر بعد كده افراغو بسهولة هبدأ بقى ان انا ااخد قطعة وافراغها طيب وهل اللوبابة بتاعت العيش دي بقى هنرميها لا طبعا مش هنرميها احنا ممكن ناخدها هنحمصها في الفرن وبعد كده نضربها في الكيتشن ماشين ويتتعاني البقسمات معنا عادي نبقى بنستخدمها بعد كده عادي نفس استخدام البقسمات لو هنحمر بيها او حاجة بقى بفراغو من ناحيتين عشان نتأكد ان هو تمام يعني اتفقد المتفرغ عشان هنا هحط الفراخ والجبنة هعمل كده برضو في باقي الاجزاء هعمل كده برضو في باقي الاجزاء وارجعلكو ادي كل العيش بتاعنا اهو بعد اما فرغناه خالص ما بقاش في اي اي لوبابة اللي جوه هاخد بقى قطعة جبنة نفتحها مش عارفة ليه جبنة ماصلة جمعية كده بعد ما فتحناها بنحطها بعد كده بقى ناخد قطعة من الفراخ هناخد قطعة من الفراخ ونلف الجبنة يعني نخلي الجبنة تبقى ملفوفة حواليها كده اهي ونحطها في العيش من جوه وطبعا لان احنا كنا مقطعين اصلا الفراخ بحجم يعني ان هي تبقى بالطول كده او مقطعينها شرايح فالموضوع يكون سهل بالنسبة لنا نعمل واحدة تانية كده عشان شوفت عملت ازاي بسرعة بناخد الجبنة وبنفتحها نحط الفراخ انا لقيت ان انا اسهل ان انا سيب الورقة علشان ما تبقاش بتلزق معي اخدتها اهو وحطها في العيش وخلاص هنعمل كده برضو في باقي الاجزاء اللي فضله لحد ما نخلصهم كلهم ادي اهو بعد ما خلصنا الاجزاء كلها هنحط بقى العيش ونبدأ ان احنا نقطعه علشان يعني انا مش عارف اقطعه بعد ما يستوي فبنقطعه من دلوقتي علشان يكون الحجم معينا صغير ومناسب يعني مفيش حد بيأكل كل يعني مفيش حد بيأكل قطعة كبيرة كده يعني هي شكلها اشيك ويبقى احسن لو هما كانوا صغيرين وكمان يعني بيستوي احسن ويكون كله مستوي كويس معينا ومقرمش اه هبدأ بقى ان انا جاهز الصانية الصانية بتاعتي لازم اكون حط عليها ورقة فويل لان انا كده كده هحط العيش كله هلفه بورقة فويل عشان انا مش عايزة ان الوش بتاعه ينشف او انه هو يتحرق معايا فبكون حطة في الصانية ورقة فويل وابدأ ان انا ارص العيش وبعدين اجاهز بقى الخلطة بتاعتي اللي انا هحطها فويل عيش زي ما قلنا احنا نحتاج زبدة هيخد الزبدة وحط عليها بقى معلقة التوم او التوم اللي انا فرمته يعني ديام بقى مش بمقادير ده حسب الرغبة لو حد بيحب نكهة التوم تكون بينا كده ونحط برضو معلقة زعتر بسيطة بعدين بقى ناخد بقدونس البقدونس من الحاجات اللي هي بتدي فليفر او بتدي طعم بيكون حلو جدا في الاكل ونكهة بتكون كويسة جدا فياخد برضو حبت بقدونس كده صغيرين وقطعهم يعني اسمها افريهم او اقطعهم يعني ان هو اخليها تكون صغيرة خالص كده عشان ما تبقاش كبيرة ما يبقى شكلها وحيش على العيش فهفرمهم كده وقطعهم صغيرين خالص بعدين بقى احطهم على الزبدة والتوم والزعتر وقلب الخليط ده كويس لو كان فاضل معي من الجبنة عايدي ممكن اقطعها وحطها انا كان فاضل معي شرحتين جبنة قطعتهم وحطتهم برضو وكانوا صحيحين على وش العيش كده وكان شكلهم جميل جدا هقلبهم كويس بعدين بقى هاجي كده بفرشة وابدأ ان انا احط زبدة بقى يعني احط بقى الميكس ده كله على الخبز بتاعي واتأكد ان كل الاجزاء كده عليها زبدة كويس وواغدة من التوم وواغدة من الميكس دوا نوزعه كويس يعني ما يبقاش حتة عليها بقى كتير وحطة عليها قليل يعني لو رجعت ولاقيت حتة معليهاش او ما اخدت ستوم او يعني مش واخدة بقى من التوم ومن الجبنة او كده ارجع لها تاني عايدي واحط لها بجد الريحة يعني جميلة جدا جواعتني اصلا اهو خلصناه بقى خالص بعد اما خلصت خالص بقى هقفل ورق الفويل عليها عشان قولنا مش عايزة الوش ان هو يعني ينشف او يتحرق معي او كده بعدين ادخله الفرن على درجة حرارة 220 هياخد معي في حدود تلت ساعة بتأكد بس ان هو مقفل كويس من كل الجناب وقلت او دخله الفرن على درجة حرارة 220 هياخد معي تلت ساعة وبعدين بقى نطلعو نشوفو بعد بقى ما طلعت الخبز او العيش بتاعنا من الفرن مش عايزة اقولكو الريحة بجد جميلة جدا نفتحو بقى نشوفو سوا الورقة سخنة جدا يعني لونه حلوة قوي ورحته جميلة جدا سخنة جدا سخنة جدا سخنة جدا نجيب الماسك احسن ادي الجبنة صايحة اهي حوالين الفراخ والفراخ وهو طعمه جميل ورحته حلوة نبدأ بقى نرسه في طبق التأذين بتاعنا بصوا الفراخ والجبنة صايحين ازاي دون بقى بعد ما رسيته كله كده ده بعد ما رسيته بقى وحطين طبق كاتشب عشان اللي بيحب الكاتشب مع الفراخ ومع العيش وكده الميكس كله على بعضه حلوة الجبنة مع الفراخ مع الجرليك بريد يعني حلوين جدا انا عايزة ننتو تجربوه تقولولي اي رأيكو فيه عشان يعني هو بجد عجبني قوي عجبني شكله عجبني طعمه عجبني ريحته كل حاجة فيه عجباني فعايزة كو تجربوه تقولولي اي رأيكو وما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة تعملوا لايك وشير وسبسكرايب اشتركوا في القناة